السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد على قناة موقع على فنودكم في الفيديو ده انا اتكلم عن ازاي تقدر تنزل ملف ايزو لوندوز 10 بحيث انك تقدر تحرقه على فلاشة في وقت تانيا اول حاجة عاوزين نعملها ان احنا ندخل الموقع بتاع تحميل الفلاشة او تحميل الايزو انا كتب في السرطش ده و النود ويندوز 10 اول سرطش عن طول بتكون موقع ماكروسوفت ودي الاداة الخاصة بالتحميل ساعة ما نفتح الموقع كده هنختار زرار download tool now وبعدها هيظهر لنا بدء التحميل بتاعها انا عشان بستعمل free download manager يظهر لي كده download هنستنى ما الدونود يخلص وبعدها هنبدأ نشغل اداة ثاني كده الدونود خلص قدامك او دلوقتي احنا عاوزين نشغل اداة هتغطى عليها double click عشان تشتغل هتلاع لنا رسالة ترحيب زي يعني رسالة ويندوز كده وبعدها هيبدأ يحمل شوية هنستنى ما هو يخلص تحميل بعد ما خلص تحميل بيظهر لنا الصفحة دية لترحيب ويندوز 10 الضغط accept برضه هيرجع يحمل شوية حاجات تاني او بلود شوية حاجات تاني هنستنى ما يخلص خالص بعد ما يخلص تحميل بيظهر لنا الشاشة دية وفيها اختيارين اول اختيار الاختيار ده هيكون فعال ومهم لك لو انت شغال على نسخة اقل من نسخة بتاعت التول احنا دلوقتي بننزل تول بتاعت نسخة 19.03 للي هي اخر نسخة من ويندوز نزلت فلما نختار الاختيار ده هو هينزل التحديث بتاع ويسطبو مش عامل اكتر من كده لكن احنا عوزين نزل مرافو ايضو فهنختار التاني اختيار اللي هو create installation media ونضغط next هيبدأ يقول لك عدل ال options بتاعت الويندوز هو بياخد ال options اللي موجود عندك في الويندوز بشكل افتراضي ويطبقها بنفسه ممكن تشغل علامة صحة ديت عشان تقدر تعدل عليهم تختار اللغة انا مثلا English United States ويندوز 10 طبعا والمعمالة بتاعتي 64 او 32 او الكلام مع بعض انا اجهزت كلها 64 او يخليها 64 من اخر كده انا مش هعدلنا على settings اللي هو مدي هالي وضغط next هنا بيدي نختار من اختار اي USB flash drive ان انا اوصل USB في الجهاز وهو يقوم منزل وحارق الويندوز عليها على طول او ISO file احنا نختار ISO file وضغط next هيقول لي اختار مكان الحفظ اختار مكان الحفظ وهو هيبدأ التحميل وانه يحفظ الملف الوحده لما بيخلص بيطلع لنا شكل الملف بالشكل ده ده ملف الويندوز اللي بيتحمل من الاداديات windows.iso الملف ده انت بتاخده على طول زي روفوس مثلا وتمحرقه على فلاشة عشان تسطبه على اي جهاز تاني واحنا برضو اتكلمنا عن ازاي تقدر استخدم روفوس عشان تحرق ويندوز وهنسيب لينك الموضوع تحت في الديسكريبشن اللي اختار التاني اللي قدامنا هو USB flash drive وده ان احنا نحرق الويندوز على طول على فلاشة ونجد موينس zero فحنختار USB flash drive نضغط next هو الوحده وقرى الفلاشة بتاعتي يعني احنا فتحنا الفايل اكسبلور كده وفتحنا تلاقي الفلاشة بتاعتها اللي هي باسم معرفني لي الويندوز محلو عليها اساسا من ان شاء الله حقديم معالينا هو قرىها بنفسه مختار الفلاشة ونضغط next وهنا هو بدأ ينزل هينزلها ويحرقها على الفلاشة لوحده من غير ما اقرب منه حجم الايزو بيكون حوالي 3 جيجا 4 جيجا انا كنت قررت لكم الحجم فالحجم هياخد وقت شوية على النت يعني حسب صوت النت عندك في البيت عاملة ازاي 5 جيجا وبس ده كان كل اللي احنا احنا نشرحه في الفيديو ده اتمنى يكون الفيديو عجبكو طبعا هنسيب لكم الانك في الديسكريبشن تحت على الفيديو اللي احنا شرحنا فيه اداة روفوس وهنسيب لكم الانك موضوع على موقعنا اتكلمنا فيه عن ازاي تقدر تنزل ويندوز 10 من على موقع مايكروسوفت وتحرقه على فلاشة وتصطبه كمان شوفكم في فيديو تاني قريب السلام عليكم ورحمة الله